طبعاً مبارح كان عندنا حدث مهم جداً الحدث دا كان إن الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح مقر قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب وكان حاضر المهندس ستشريف إسماعيل لرئيس الوزراء والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وكذلك الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة تابع الرئيس السيسي خلال زيارته دي آخر نتائج العملية الشاملة سينا 2018 وكمان استمع لشرح تفصيلي من الفريق محمد فريد هو طبعاً رئيس أركان حرب القوات المسلحة وتضمن عرض لنتائج العملية العسكرية على مدار الخمستاشر يوم اللي فاتوا وده اللي حققته وإنجازتها في تطهير سينا من البؤر الإرهابية الرئيس السيسي طالب القوات بمواصلة بدل أقصى الجهد من أجل مصر وتأمين الشعب المصري العظيم وأشاد بما حققوه من إنجازات كبيرة تتمثل فيها وطنيتهم واستعدادهم للتضحية بأرواحهم من أجل هذا الوطن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة